وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن مشروع القانون يسهل أليات الحصول على ترخيص المشروعات ما يعد أمرا جاذبا للمزيد من المشروعات ورؤوس الأموال مشيرين إلى أن مشروع القانون يزيل العقابات أمام الاقتصاد غير رسمية ليكون ضمن المنظومة الرسمية كنا بنناقش تقنين أوضاع المنشآت الغير رسمية وكمان بنمد مدة أخرى لتقنين أوضاع دي من قبل وزارة الصناعة وده قانون مقدم من قبل الحكومة ونستهدف منه في المقام الأول اللي هو تحت الفرصة لدعم المنشآت الغير رسمية عشان تكون شريكة في الاقتصاد الرسمي وإنها كمان تقلن أوضاع بشكل أبقاء عايزين نقول إن احنا كنا حرصين كل الحرص إنه حنأكد على إن الصناعة هي القادمة إنه هو يعني الصناعة الدولة المصيرة حريصة إنها تعزز قدرتها الصناعية وإنها بقدر الإمكان تسهل كمان تيسر على صغار المنتجين وصغار الصناع النهاردة شفنا تعديل بيسمح لهيئة الترمية الصناعية إنها تمنح هذه المنشآت تصريح مؤقتة تعمل بها لمدة سنة بحد أقصى ثلاثة سنوات لحد ما توفق أوضاعها النهاردة احنا محتاجين هذه المنشآت تدخل داخل الاقتصاد الرسمي تشارك في الصناعة المستقبل وتشارك في بناء هذا الوطن